موسيقى كابتن ميدو أحمد حسام ميدو قال على لعبه اتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين هو لعب النادي الاهلي دول مش هم اللي جابوا البطولة الأفريقية مرتين هم هم اللي حضرتك بتقول عليهم يا ميدو ممكن يكون مستواهم نزل لكن لا تصلح للعب في النادي الاهلي وكانت لا تصلح للعب يعني لما كانوا بيلعبوا بياخدوا بطولات كنا بنسقف لهم ودلوقتي لا يصلحوا ولا دلوقتي مستواهم نزل وعايزين نعله لهم تاني المجموعة دي اللي حضرتك وغيرك 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 بيتكلموا عنهم المجموعة دي وصلت نهاية أفريقيا تلت مرات واربعة خدوه مرتين والتالتة انتوا عارفين اللي حصل وبرونزية كاس على مرتين وسوبر مرتين سوبر أفريقي مرتين هنقعد نفس الكلام اللي هقوله بطولات 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 فمش كده يا جماعة مش كده حننتقد آه حننتقد حنشد على اللعيبة حنشد على اللعيبة ولكن هؤلاء اللعابين اللي حيصلحون ان شاء الله خلال التلت مباريات القادمة أنا بس وانا بعتذر ان أنا يعني الواحد يا ما شاف خلال الفترة اللي فاتت ولكن التلت مطشات دول صدقوني وده كلامي وموجه لللاعابين التلت مطشات دول هيخلوا كل جمهور النادي الأهلي يقف لكل واحد فيك احترام ويبقى الجيل ده عمل كل حاجة لكن هل هيحصل بعد كده حاجة تانية لجنة التخطيط هتفكر ازاي الإدارة هتفكر ازاي ده كلام تاني يعني ده ما الناشي علاقة بيه ده بيظهر مع نهاية السنة زي ما حضراتكم دايما عارفين لكن أنا لن أذهب إلى هذا الأمر عمري ما حاشتم في لعيبة النادي الأهلي عمري ما حقول إن اللعيبة لا تصلح عمري ما حقول هذا الكلام لأنه هذا الكلام هو كلام عاري تماما من الصحة اللي عايز بيقول لي بطبل يقول اللي عايز يقول حاجة يقولها معنديش أي مشكلة ولكن في النهاية سأظل دائما نواقف ورا النادي الأهلي وورا جمهور النادي الأهلي وورا لعبتي النادي الأهلي اللي إن شاء الله وأنا بتحدى على الهوى مع كل الناس بعدما لا يشجع النادي الأهلي اللي راحوا إن هؤلاء اللي عابون اللي هيصلحون أنا بتحدى حضراتكم على الهوى على الهوى إن الثلاث مطشط اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله لإني ثقتي كبيرة جدا جدا في اللاعبين الكبار اللي حيلموا بعض خلال الفترة اللي جاية ويعملوا زي ما الأجيال السابقة مش الجيل بتاعنا بس أنا بحكي لحضراتكم في الجيل بتاعنا ليه الجيل بتاعنا لإن أنا شفت يعني حصل قدامي الكلام ده حصل قدامي فبحكيه لكن الأجيال اللي قابلي والنهاردة عندي كابتن محمد حشيش والكابتن محمد همامي الاتنين نجوم من النجوم الكبار أكيد حصل معهم كده وأكيد عملوا كده برضو لكن أنا بحكي لحضراتكم حاجة حصلت قدام عيني فاللي دايما بقولوا لحضراتكم ما تمشوش وراء هذه الموجة زي ما قلت في الأول أدعي على ابني لكن اللي يقول أمين أكرهه مش عايز حد يقول أمين إحنا نقول بأنا ننتقد نعمل بتاع لكن تيجي تقول أمين حكلك وهذا هو الفرق الدائم والكبير ما بين جمهور ندي الأهلي وقايا حد تاني تخيل حضرتك أن المدرب ما بقالهش أسبوع وهناك ترصد كبير بهذا المدير الفني تجاهلوا كل الموضوعات الأخرى في كل الأندية وفي كل الاتحادات ودورة الألعاب البحر المتوسط وحاجات كتيرة جدلة وتكلموا على المدير الفني اللي ينادي الأهلي اللي مش عارف مش عارف يعمل إيه ومش عارف يعمل إيه ومش عارف حاجات مش مفهومة أبدا ومعلش يا أستاذة مريم أو يا أستاذة اللي كانت بعت على تويتر أمينة معلش أنا هواجه كلامي أو لازم أواجه كلامي للجمهور لأن الجمهور هو الأساس صدقيني لما كنت في الملعب ما كانش حد يقدر يسخني غير جمهور النادي الأهلي بس يسخني أن أنا أزود في اللعب وموت نفسي أكتر هو جمهور النادي الأهلي كان أيامنا في جمهور الأستاذ كان بيبقى في 100 و120 ألف متفرج وأنا كنت بلعب على الخط فلما الناس كانت بتزعق بتزعق كنا مش عايزة أقول لحضراتكم الواحد لو مش قادر كنت تشير رجلك وتجري على إيدك لو مش قادر تجري على رجلك